فيديو جديد عن موضوع من مواضيع السهر بالعجلة في الفيديو ده هنتكلم عن سفرية المانجل الهريسة بالعجلة كلفتني كان وهتكلم في الفيديو بالتفصيل عن كل يوم دفعنا ايه وفين والايه بس خلينا اوضح نقطة سريعة كده ان كل سفريات بتختلف عن السفريات التانية في تقريبا اربع حاجات في المكان اللي هتبيت فيه او طريقة البيئات نفسها الاكل اللي هتاكله خلال السفرية الزيارات اللي هتعملها وانت في السفرية وهي طريقة الرجوع خلينا اوضح نقطة دي بسرعة ونرجع للسفرية نفسها بشكل تفصيلي احنا دفعنا ايه في كل مكان اقصد بالفكرة دي ان مثلا لو انت مسافر على طريق الوحات فانت اجباري كده كده هتبيت ع الطريق يعني مفيش فندق ع الطريق او قرية او حاجة او مكان فانت كده كده هتبيت في خيمة فليكن هنا مش هيبه فيه مصاريش بيئات طب لو انت مثلا رايح حتة تانية زي المينيا هتقعد في فندق ولا بيت شباب ولا هتحدى يستضيفك ولا هتعمل حاجة مثلا زي الكوتش سيرفنج والاختيارات اللي بتبقى متاحة دي فكل حاجة من دول هتختلف في تكلفة الرحلة بالنسبة لك يعني فده النقطة اللي كنت عايز اتكلم فيها فممكن لو عايزين تعرفوا كيف يوفر في السفرية دي ممكن نعملها فيديو مخصوص ولكن الفيديو ده هيتكلم بس فقط عن سفرية الهريسة بالمانجا المانجا الهريسة بالعجلة كلفتني انا كام شخصيا انا هتكلم من ورقة عشان بس ما اش بقول ارقام ومش مظبوطة يعني لان انا كنت بكتب كل حاجة انا بصرفها تقريبا يعني فخلينا نقول بشكل مقبل ان السفرية كانت تقريبا 6 ايام وبيتنا خمس ليالي يعني انا خمس ليالي بيتناهم 6 ايام اول يوم احنا اتحركنا من القهرة الاسماعيلية فانا مقسم شوية حاجات كده يعني مثلا المبيت الفطار الغداء العشاء المواصلات الفكهة الزيارات ومصاريف اخرى تمام فخلينا نتكلم في اول حاجة الفطار كلفني 20 جنيه ودايما لما يبقى فيه رقم تحسو كبير شوية ده مش معنا ان هو ممكن يكون مثلا الفطار كان خ보다 كVi أوفطار يعني مثلا اكون فطار واحد مثلا ده مش ۲ جنية ودا اللي هو كنت الكشري اللي كان في اسماعاليه في الليل العاشا نما اقشرتش في اليوم تريبا كنت توضي PATRY وممكن يكون بيه حاجات بتعوض حاجات مثلا ولا يكن مافيش عاشا يعني الع شا فاضي هنا بس هتلاوا مثلا في 허الم رادي فكهة وس Hindi في 30 جنيه فالفاكهة اللي هي مثلا كانت العنب والمنجا اللي وآكلنا في اسماعاليه احنا كنا في اليوم ده جاي بين منجة كتير جدا فاكلنا منجة كتير فما تعشدش في اليوم ده ففيه بند هيعود بند دايما يا جماعة فنرجع تاني الفطار 20 الغداء 20 الفاكهة 30 وفيه مصاريف اخرى اللي هي مثلا كوباية الشاي والقصب ويعني شوية حاجات كده موية وحاجات زي كده دي مكلفاني في اليوم ده 25 ونيجي الاهم نقطة اللي هي بتاخد المبلغ الكبير هي المبيت المبيت في اليوم ده احنا بايتنا في نزل المحافظة الاوضة كان ب85 ونحن كنا اربعة فتقريبا كل واحد يعني 20 جنيه او 22 جنيه حاجة في الحدود دي يعني فانا كتب 25 فانا في اليوم ده اول يوم مكلفني 120 جنيه نخش في اليوم التاني اليوم التاني احنا كنا قاعدين في اسم عالية بنتفسح فيها فما تحرقناش ما تحرقناش بالعجل يعني فالفطار كلفني 10 جنيه مكاننة بالفطار بتاع اول يوم كان مكلفني 20 ففيه فرق يعني دايما هتلاو في حاجات بتاع شوية حاجات بتنزل شوية الغدا مكلفني 15 جنيه العاشة مكلفني 20 جنيه فوضح ان انا ايه مفطرتش كويس فعوضتها في العاشة المواصلات في في اليوم ده احنا ركبنا المواصلات يعني احنا كنا ركنين العجل وكررنا احنا نتحرك بالتكاسي وكده احنا كنا اربعة فالموضوع كان حلو ان احنا نقدر نقسم المبلغ علينا احنا الاربعة فركبنا تاكسي من النزل للشاطئ ومن الشاطئ للسوق ومن السوق للنزل تاني فعوضتنا كذا ففي اليوم ده احنا المواصلات مكلفيني 18 جنيه ده انا الواحد يعني بس طبعا عايزين تعرفوا مواصلات تكلفيني كان في اليوم ده اضربه في اربعة يعني لان احنا كنا اربعة اشخاص الزيارات او يعني انا كاتب بند اسمه الزيارات البند الزيارات ده اللي هو كان الشاطئ اللي عادنا فيه في شاطئ الملاحة بتلاتين جنيه وفيه المصاريف الاخرى اللي هي زي ما قلنا مية او عصير او قصب او قهوة او شاي او الكلام ده كله مكلفاني في اليوم ده 23 جنيه فاحنا في اليوم ده صارف 141 جنيه ده تاني يوم اللي هو في اسماعاللية تالت يوم بدأنا اتحركنا روحنا من اسماعاللية لبرسعيد من بورسعيد لبرفؤاد من بورفؤاد لدمياط ومن دومياط بايتنا في راس البر فاحنا في اليوم ده فطرنا ب 26 جنيه ازاي 26 جنيه معان احنا اليوم اللي قبله كنا فطرين بعشرة جنيه بس هو الفكرا ان ممكن يكون الفطار ده مش فطار واحد زي ما انا قلت ممكن يكون فطارين وثلاثة يعني انا فاكر في يوم احنا فطرنا فيه ثلاث مرات هو تقريبا كان اليوم ده فالموضوع كان يعني ايه ساعات لما تلاول مبلغ كبير كده يعني ممكن ما يكونش زي ما بقول هو فطار واحد يعني كذا فطار الغده كان ب 16 جنيه انا مش متزكنا احنا اتغدنا فين في اليوم ده فيه بند هنا بقى انا كتبه اسمه بند الشوكولاتة او هو بند الحلويات في اليوم ده انا دفعين انا دفع 15 جنيه في شوكولاتة ودي اللي هي كنا اكلناها في بورسعيد زي ما احنا كنا قلنا ان السفرية كان كل مكان احنا رابطين اشهر حلويات فيه او يعني الحاجة اللي مشهورة فيه بالحلويات عشان كده كنا نسمينا سفرية المنجا الهريسة بالعجلة ففي اليوم ده احنا كنا في بورسعيد شوكولاتة فكان كالفين 15 جنيه والمصاريف الاخرى اللي هي زي الماء والشاي والكلام ده 23 جنيه فانا في اليوم ده تقريبا صرف 145 جنيه اليوم الرابع اتحركنا اه اه انا ما قلتش المبيت المبيت في اليوم الثالث احنا بايتنا في راس البر وطبعا احنا كنا ده كان يوم خميس والداني كان زحمة جدا وكان فيه مشاكل احنا نلاقي اصلا المبيت لو انتم فاكرين في الفيديو فبقيتنا في الاخر فوق سطوح الفندق اللي احنا كنا قلنا فيه ده فدفعنا 65 جنيه اليوم ده ده تقريبا كان اعلى تكلفة دفعناها في الخمس ايام كلهم يعني زي ما انتم شايفين في اسماع الله دفع 25 جنيه في المبيت في الراس البر دفع 65 جنيه وده كان بسبب ان الدينا زحمة جدا وقعدنا ساعتين بنلف في البلد مش لقين ولا فندق ولا بيت شباب ولا شلي ولا شقة ولا اي حاجة وكانش في اي حاجة في البلد كله كمبليت زحمة جدا وكان يوم خميس فتوصلنا للحل ان احنا بايتنا فوق الفندق فوق السطوح يعني ودفعنا 65 جنيه فده كان اعلى تكلفة مبيت يعني نخش في اليوم الرابع اتحركنا من راس البر في اتجاه الجمسة وبالطيم وبايتنا في بلطيم ففي الفطار دفعين تقريبا 22 جنيه الغد انا متغديتش في اليوم ده ازاي مش عارف اه هقولوك وانا ليه متغديتش في اليوم ده العاشة كان تقريبا ب 15 جنيه وفي اليوم ده في الحلويات بند الحلويات انا كاتب 3 جنيه مشبك ازاي وكل بتلاتة جنيه مشبك هو الحقيقة ان احنا في راس البر جيبنا الكيلو مشبك تقريبا كان ب 18 جنيه فاحنا جيبنا نص كيلو اللي هو كانوا قرصين اللي اكلناهم واحنا على القهوة فالقرص او يعني احنا لما اسمنا تكلفة القرصين اللي هم 9 جنيه علينا احنا الاربعة احنا كنا اربعة فتقريبا كل واحد كانت اتنين جنيه ونص يعني فحنا دفع تقريبا تلاتة جنيه اعتبر انا دائما بالتقريب يعني تلاتة جنيه مشبك حلويات يعني والفاكهة في اليوم ده جايبين فاكهة بتقريبا احنا وقفنا في جمصة جبنا تقريبا كيلو ونص عنب او حاجة زي كده مش متذكر بالزبط كان 15 جنيه فإحنا كنا ثلاثة كان خلاص يوسف روح فإحنا كنا ثلاثة يعني كاملنا اليوم ثلاثة ليس اربعة فكل واحد تقريبا دفع خمسة جنيه المصاريف الاخرى اللي هي زي الميا والكلام ده والعصير والأقصب والكلام ده 15 جنيه نيجي بقي للمبيت الذي دائمنا هو دائما بياخد أكبر تكلفة احنا فالجيوم ده هى طفلنا في شقة اخجرنا شقة فكانت وقف علينا ب 150 جنيه اليوم واحنا كنا ثلاثة فكل واحد تقريبا خمسين جنيه فأنا في اليوم ده تقريبا دافع 115 جنيه الابد هو اليوم الرابع نخش في اليوم الخامس في اليوم الخامس احنا فضلنا في Terryoki لم تحركنش يعني قعدنا استجماع معين في الحدوان الاستجمام بقو نحنا منزل البحر والكلام ده فالفطار كان بعشرة مقارنة باليوم اللي قبله احنا فاطرين بـ 22 الغداء كان بعشرة والعاشة كان بـ 5 ازاي بقى العاشة كان بـ 5 جنيه يعني انا انا تعشيت ايه بـ 5 جنيه هو الفكرا ان في اليوم دا احنا انا بطيخ بالليل فهتلاوي زي ما قلتلكو فيه بند دايما بيعوض بند فانا لما تعشيت بـ 5 جنيه دي تقريبا كانت تلبت الجبنة فيعوضها البند بتاع الفاكهة فلما تيجي تبص على البند الفاكهة تلاقي 15 جنيه اللي هي اللي كانت البطيخة يعني وفي اليوم دا ركبنا موصلات لان احنا رحنا من بلطيم نفسها من المصيف للبلد عشان نتفسح هناك شوية فدفعنا في اليوم دا تقريبا 4 جنيه رايح في المكروباس و4 جنيه طفطف راجع فتقريبا 8 جنيه او 10 جنيه يعني في الحدود دي ففي اليوم دا انا صرف تقريبا 100 جنيه دا كان اقل اليوم صرفت فيه تكلفة يعني اللي هو اليوم بتاع مصيف بلطيم اه والمبيت المبيت دفع 50 جنيه اللي هي زي اليوم اللي قبله احنا هي كنا عادنا في نفس الشقة اخدنا ليلتين فاليوم كان ب150 الليلتين كانوا ب300 واحنا كنا ثلاثة فكل واحد دفع 100 يعني الليلة الواحدة ب50 اليوم السادس اتحركنا من بلطيم في اتجاه رشيد وصلنا اسكندرية بالليل ففي اليوم دا مافيش مبيت يعني تكلفة المبيت مش موجودة لان روحنا في اليوم دا من اسكندرية بالليل اه فطرنا ب15 جنيه وتغدينا ب55 55 دي تقريبا كانت اعلى تكلفة تغدتها في الرحلة كلها لان احنا في اليوم دا اكلنا اكلت سمك بالليل واحنا في اسكندرية اه مكانش فيه عشا لان احنا وصلنا متأخر فاتغدينا مكان العشا اه المواصلات المواصلات دي كانت هي بقى اخدت الجزء كبير من تكلفة اليوم تقريبا 90 جنيه دي كان المواصل اللي رجعنا بيه من اسكندرية للقاهرة تقريبا المواصل كان ب65 والعجلة 25 او حاجة زي كده مش متذكر بالزبط يعني بس هو انا والعجلة ب90 جنيه اه كان البندل حلويات اه 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 اربعتاشر جنيه اللي هو الهاريسة اللي اكلناها في اسكندرية في اليوم دا برضو جبنا فاكهة تقريبا بحدود 20 جنيه وفيه شوية مصاريف اخرى اه زي القصب والكلام دا 16 جنيه احنا كنا دايما اي محل القصب بنقف نشرب عنده القهوة دايما نقف نشرب كوباية شاي فتلاقي دايما المصاريف الاخرى يعني المصاريف الاخرى اول يوم 25 ثاني يوم 23 ثالث يوم 23 رابع يوم 15 خمس يوم ما كانش فيه مصاريف اخرى لان احنا عوضناها بالبطيخة اه سادس يوم كان 16 فكل يوم كان فيه شوية مصاريف كده بتدفع اه مش ضرورية يعني فاحنا بشكل مجمل في اليوم السادس كده دفعين تقريبا 210 جنيه طيب نقول الارقام كده بسرعة اليوم الاول 120 اليوم التاني 141 اليوم التالت 145 اليوم الرابع 115 اليوم الخامس 100 جنيه اليوم السادس 210 فتوتال اجمالي الرحلة 6 يام 5 ليالي 831 يعني انا اليوم تقريبا كان بيقف علي في حدود 120 جنيه متوسط يعني بس زي ما تشايفين فيه شوية حاجات بقى لو كنت عملتها في السفرية كانت ممكن تقلل تكلفة السفرية كتير جدا زي مثلا 90 جنيه بتوع المواصلات الرجوع انا لو كنت رجعت بالعجلة من اسكندرية للقاهرة مكنتش هدفع 90 جنيه دول مثلا نفس الكلام بالنسبة لو انا معي خيمة و انا مسافر كان ممكن اصلا اوفر تكلفة المبيت دي كلها يعني احنا اول يوم خمسة عشرين ثاني يوم خمسة عشرين ثالث يوم خمسة وستين ربع يوم خمسين و خمس يوم خمسين يعني تقريبا بيتكن في حدود 200 جنيه مبيت لو كان ما ايا خيمة او انا من الناس اللي بتحب فكرة الخيمة والتخيم او الكلام ده كله كنت ممكن اوفر المتين جنيه نفس الكلام لو مثلا بستخدم حاجات زي كاوتش سيرفنج او الكلام ده كان برضو ممكن يوفر علي المتين جنيه دول فانا بتكلم كمصاريف انا دفعتها فعليا في السفرية بس طبعا كان الواحد ممكن يوفر اكتر من كده وكان ممكن يصرف اكتر من كده والدليل على كده ان احنا كنا ثلاثة في السفرية او اربعة في السفرية كل واحد دفع فينا مصاريف مختلفة ممكن اكون انا صرفت 830 جنيه يكون واحد معي في السفرية دفع 1000 وواحد معي في السفرية برضو دفع 600 فهو اللي انا بتكلم في دي ارقام فعليا ولكنها يعني بتوضح احنا بنصرف مثلا في المتوسط كان ولكن زي ما قلت فيه طرق ممكن تخلي الواحد يصرف اقل من كده بكتير وهي برضو ترجع لفكرة الواحد اولوياته او يعني فكرة هو طالع يعمل في السفرية طالع مثلا بيحب المغامرة ومش فارق معها مثلا زي ما انا قلت في اليوم اللي احنا قعدنا فيه في الشقة اللي هي بتاعت بلطين الشقة مثلا تلاجة بتاعت الباب كانت مكسورة واتكلمت في اليوم ده ان احنا مش فارق معنا غير فكرة ان يبقى فيه مرتبة ومصدر كهرباء ومصدر مية انا مش عايز بعد ما ارجع لما اطعت مثلا 100 كيلو في اليوم ده وصلت المكان اللي هبات فيه انا مش عايز غير ان اخد دوش وان انا اشحن الكاميرا والموبايل وان انا لاي مرتبة عنو عليها فمش فارق معايا الرفاهية قوي يعني ممكن واحد تاني يقول لي لا انا بالنسبالي انا طالع لازم اقعد في فندق مثلا ويبقى فيه حمام سباحة وارتاح يعني هو كل واحد بيبقى على حسب وهو عايز يعمل ايه فهي الفكرة فكرة ان الارقام اللي انا قلتها دي ما هي الا بس ده طب يعني اللي انا صرفته فعلا انما زي ما قلت ممكن تصرف اكتر من كده بناء على اللي انت هتعمله والحاجات اللي انت هتمر بيها في الرحلة وممكن تصرف اقالي من كده لو انت بتحب الفكرة البساطة وان انت متكلفش نفسك فده كان فيديو سريع كده قلت ايه نتكلم فيه مع بعض شوية عن سؤال الناس كتيرة سألته وان شاء الله شوفكم فيديو جديد في سفرية جديدة عالطريق ان شاء الله شكرا شكرا شكرا